الحمد لله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى أيضًا لا يُسأل عن ما يفعل وهم يُسألون وقال تعالى أيضًا قو أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قلُّFBE كُلّكم راعٍ وكُلُّك مسؤولُ عن رعيته والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها وهي مسؤولة وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا كلُّ مولودٍ يولد على الف attractive ترجمة نانسي قنقر 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 واشكروا على نعمه إن الله أكرم بني آدم وفضلهم على العالمين وسخر لهم ما في السماوات وما في العرض جميعا منه ليكونوا من الشاكرين واشكروا نعمته عليكم إن كنتم إياه تعبدون وعرفوا ما كرمكم به على العالمين وما خولكم به من الفضل في الأولين والآخرين وتذكروا نعمة الله عليكم حيث أخرجكم من متون يمهاتكم لا تعلمون شيئا أيها الإخوة عدوا ما وجب الله عليكم من حقوقه وحقوق إخوانكم المؤمنين وتخلق بآداب الإسلام والدين فإن التخلق بها سبب للخيرات والبركات والإعراض أنها سبب للشرور والهلكات أيها الإخوة المسلم أخو المسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهديث سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وإرضاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد أيها الناس اتقوا الله قتقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وأعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار اللهم صل على عبدك ورسولك محمد ورلالله عن العربات الخلفاء الراشدين أبو بكر سدد وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إله المدين وعن ناماهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك مجيب الدعوات اللهم عائز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمير عداء الدين اللهم جعل هذا البلد آمناً متمائناً وسائل بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم جرنا من النار اللهم جرنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حق بالنار فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار إن الله يأمركم بلادل الأحسان وإيتائذ القربى وينهان فشار انكروا البغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروها لعنعم يزدكم والله يعلم ما تسنعون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة